أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حزم بدوي القائمة المبدئية لأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 وضمت القائمة كل من المرشح عبدالفتاح السيسي الذي قدم 424 تسكية من أعضاء مجلس النواب إلى جانب 1.130.1105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات والمرشح فريد زهران الذي قدم 30 تسكية نيابية والمرشح عبدالسند يماما والذي قدم 27 تسكية نيابية والمرشح حزم عمر الذي قدم 46 تسكية نيابية ذلك بالإضافة إلى 68.071 نماذج تأييد حزم 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 حزم